اذا تقول انا امنية حكيتي بدأت كي كان عندي حدا شنسنا حالتنا المادية كانت ما شاء الله هادي بكرية حتى بابا افلس وباع الفيلة اللي كنا ساكنين فيها باش يسدد ديون وبسبت انو ديون كانوا بزاف مكفوناش باش نشريوا دار جديدة دي سيدينا نروحوا عن جداتي ماما وبابا ولد خالات يعني عندهم نفس الجدة وجدة كانت شغل عندها دار صغيرة في ولاية تيزي وزو حكيت لهم على هاديك الدار وعطتنا لعنوان تحها باش نريحوا فيها رحنا مع بابا لها وظهرت عكس وش توقعتها انا كنت متوقعة فيلا كبيرة شبه لدارنا القديمة ظهرت صغيرة بزاف وما شاء الله جداتي ربت فيها 12 طفل في وقت الحر انا كنت طفلة مدلة بزاف وكنت كيما كل طفلة نحب حياة الترفاه بس قرينا في هاديك الدار حتى جانهار يعني كل ما نتفكروا نترتق بالبكة ويحكمني اكتئاب ما نحبش حتى نتفكروا ولا نخمن فيه على بالي دوك احنا حكيلكم ما نعراده وش صرا فيه على بالي كيمزاف ما يأمنونيش كيمزاف يقولوا كي تكذبي بصحة دي حكايتي الحقيقية في وقت الارهاب تقول جونا جماعة تعال ارهاب وماما ما حلتش الباب رحت انا حليت طبعوني خوفوني بزاف دخلوا حكموا ماما دوها ودبحوا بابا قدام عيني اي مارشينيو ودهوا ماما وبابا دبحوا وانا خلوني في الدار كيما قد قلت لكم قبيل المتابعة تقول على بالي واحد ما هي صدق المنظر بصحة دي هي الحقيقة انا قاعدة غير نعيط والديور كانوا معا دعلينا ودار جدة تاني كانت بعيدة شغل وحنا كنا في منطقة ما كشفيها الجيران يعني لازم نطول نوبل باش نوصل لديار وكون نروح على رجلي نستغلق مدة طويلة باش نوصل هذا كامل وانا كان في عمري غيرتنا شنسنا قاعد هادا كنهار نبكي ونقول علي شوي صرا هكا وش كاين شغل ما ليش فاهمه كامل ورب يعطى لي الحكمة انه غطيت الجثات عبابا وقاعد نبكي حتى تغاشيت وبدأت نصفار وعاودت تغاشيت كينوت روحت الفريجيدار كليت شوية فريطوم لا تخلتها لي ماما من هادا كنهار ورفضت شوية تحوايج وشوية تحماكل ودسيديت نروح لأقرب دار نحكي لها وجسرالي روحت واستغرقت مدة طويلة وانا مشي باش وصلت كي وصلت حلت عليا مرة شافتني غير شافتني ديريكت غلقت الباب انا خلعت وش بيها هادا قاعدت غيرا طب 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 واحد مفتح كملت مشيت لقيت ربع ديار صغار طب 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 تلباه فتحت عليا عجوزة قاتلي الدخلي زربي 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 الدخلي دخلت قاتلي على بالي يا بنتي على بالي على بالي وش صرا قاتلي شكونلي ما زال ما سمعش وش صرا السيد سماعي الله يرحمه استغرت كيفاش عرفت باللي بابا مات قتلي كيفاش على بالك قاتلي الولاية قاعدة بلها وش صرا ويما كدوها فرصي يزوجها الإرهابي انا ترتخت بالبقاء قتلها ماما ما ترجع ليش قاتلي ربيت جمعك بيها وعطتني مئة الف في هذك الوقت كانت حاجة كبيرة وعطتني شوية ماكلة تكفيني شاركك وعطتني عنوان قاتلي هذي عنوان وليدي روحي له وروحت وبقيت نركب الماشينة الماشينة يعني ترا والدموع ديري فيها حالة وانا في الماشينة اللي قبل لخرى جاني شاب كان ما شاء الله في الزين سكساني وعليش نبكي وين رايحة وحدي انا محبيش نحكي معاه جا واحد صاحبه لابس لبساته على العسكر شاف فيها وعطني ورقة مكتوب فيها عنوان وشوية ما كي شافني نشرب مقرعة فارغ عطاني وراح كملت الماشينة ووصلت العنوان اللي مدته لديك العجوزة كي وصلت لقيت الباب مفتوح وهذا كلي بعتوني ليه ميت هو ومرتاعه وولدو بي بي صغير قاعد نبكي وتغاشيت لقيتهم ميتين صيبوا وتغاشيت مزج فقت كي فقت راسي وجعب الساف ما بقاش عندي حتى بلاصة نروح ليها وليت تايها تايها بعيدة على جده وخوالي وعمومي قاع في الخارج يعني بعيدة عليهم الساف قالي حل آخر هو نروح عند العنوان اللي اعطاه لديك العسكري وروحت لعنده لقيتها دارة صغيرة في قرية كبيرة دخلني وقال لي بيلي جبتك هنا راه صاحبي حبي تزوج ويحقق الأمنية تعيماه قبل ما يقتلوها ليامت هادو وقال لي بيلي راه معسكر جول هاد الولاية غير على جال باش يتزوج ونرجعوا للولاية الفلانية ما قبلش في البداية ميكي قال لي اسمه سامي تفكرت آخر كلمات قالهم بابا بابا كي كان رايح يموت كانوا يدبحوا فيه قاعد يشوفي ويقول لي سامي سامي المهم بابا كان يقول لي سامي مع انت هروحي عن سامي المهم قبلت الزواج وانا ببرك في عمري غير 12 سنة اتخيلوا تزوجنا وقتلوا يماه وقتلوا يماه عفوا وكان في حالة اكتئاب حاد وانا كنت كل يوم تضربة معاه احتوالفنا بعضانا وحبيته بزاف حملت بأول طفل وانا في عمري 14 سنة كنت صغيرة على هاد الحوائج رجلي مدوا لخطوط ربيه مع ولادها لانو انا ما نعرفش حتى نتعلم شوية جازوا عام جازوا عامين حفوا وانا على هديك الحالة جبت ولدي عندي وسمينا اسماعيل على اسم بابا الله يرحمه رجع رجلي العسكر مي قلبي ما كاش متطمن هاد المرة حللته بزاف حتى وصلت نقوله طفل مريض مي والله ما حبيه قعد قلبي كان مصير ونبكي جاب اسلي راسي وقال اسمانا برك ما نطولش خلالي دراهم وشير لي قضيان وراح وهو يسلم على ولده وراح وانا اترتقت بالبكه تغيرت علي الحالة وكنت غير نطقية حاشاكم جاتني اخت راجتي اللي كانت سكم قدامنا وقفت معاي ودتني لطبيبة وقالت لي بلي راكي انسنت مرة تانية في الشهر التاني فرحت بزاف بالصح من بعده قلت قاتلي شحل في عمر قتلها ستاش قتلي راكي صغير على الانجاب لا لا قتلها لا لا نور ماذره وديشة عندي طفل من قبل عنده عامين استغربت وقتل مبروك رحنا لطر وانسيبتي وقفت معايا وجدنا الدار طيب للماكلة وسمعنا الطبطي في الباب لقيناها راجل يسامي وكامل مجروح وصباعه عنده صباعه انقطع وفي حالة مزرية عاونت نسيبتي الديناء عن طبيب مشهور قالنا خليوها السمانة يبت عندنا حتى لي ريح قاعدت غنبكي وزاد عليها الحال وانا بالحمل ست غاشيت وطحت من فوق الدرجل تحت نقلوني معا رجلي وعرفت بلي خسرت الجانين اللي فيكر شي تكسر قلبي وليدي مسكين راهو مدار 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 مدعيش رتاح رجلي وانا مزال مسكين هو اللي فيه كفيه وزيتانا عليه انا كنت نحبو الدرجا ما تخيلوهاش كان هو وليدي وانسيبتي سوى وعندي الدنيا حتى بعد شهر سمعنا بلي صاحبه هادك مات كان بالنسبة لي كأخ كبير كل ما شي هو قراني ميتا درك بكت بزاف عليه فت وطلت شهر على موت أحمد صاحبه رجلي رفت بالحمل مرة الثالثة فرح رجلي وقال إن شاء الله تكون طفلة باش يعني تزهيننا الدار زي الطفلة كما كان الحال مي ما شاء الله اللي شوفها شغل اللي تخلع في الجمال تاحها كبروا ولادي وليت أنا في عمري 19 سنة وليدي الكبير ربعة وبنتي عامين رجلي ولا تاجر مشهور وتعدلت حالتنا كنت نطيب لولادي جازوا ليهمت واحد الخطرة كنت أنا في الكوزينة حتى سمعت تليفوني صوني رفت سمعت مرات بكي وتقول ما توقعتك شترف دي عليا صوتها ما كانش غريبة عليها قلت لها شكنتي قلت لي أنا يمك كبيت على لابال ما فهمت شمال خلعة وقعتني بكي جاني وليدي قال لي وش بيك تحضنت وقيت نبكي هو يقول لي ما تبكيش أنا نحبك ماما ما تبكيش عاودت العاودة للاتصال قلت لي وش درتي في هاد السنين حكيت لها كل شي حتى نسمع فيها تبكي وتقول لي هادا قاع سرالك وانا بعيدة عليك سامحيني ما شبيتي أعطيني عنوانك وغدوان جيك أعطيت لها عنوان القرية اللي كنتانا فيها وقلت الراجلي كي جا بصح جا بزا فعيا ما قال لي وليو من غير أوكي نط صباح خملت الدار من البر ومن الداخل دوشت ودوشت ولادي ولبست لهم لبستنا قندو راح مرزدت فيها النص وكوت ما شاء الله في الجمال سمعت طبطي في الباب وفتحت شفتها والله ما تبدلت حضنتني ويها تبكي وتقول لي سامحيني يا بنتي حوزت عليك بزا فو ملقيتش ناميرو تاعك قاتلي هاد ناميرو درت المستحل باش وصلتو المهم قاتلي عيني يا تعمى بالدموع عليك يا بنتي بدتانا نبكي وهي تبكي دخلتها لداري وقعدنا قعدت لعب مع ولادي وقاتلي باللي كدوها الإرهاب اللي قتلوا بابا زوجها بإرهابي وزيدت منه ثلاثة ولاد عرفتها على رجلي سامي كيجا حبادو حبها بثاف وعطاتني عنوان دارها وراحت وانا ظلت غير نبكي رجلي كمل في التجارة بعض ديامات او بعض عوام رحنا لباريس وانا كبرت ولادي تاني كبرو ووليدي تاني دخل يقرأ في باري وبنتي مونا ما شاء الله تاني بدت غير تكبر وتزيان ورجلي حلم شاريع وكبرها في باري وما في الجزائر ولد حالتنا المادية ما شاء الله ماما ماتت في 2018 وخاوتي يكبرو ولادي تاني واسماعيل تزوج وراه بولادو ومونا رحي حكمة الشركة تعببها وانا دورك انا ورجلي رانا كل ما نتفكر وش مر علينا نبكي وربي رحي اضعنا ليجربت للمساعة وشاريع تطفل بهمجربت للمساعة وزقنا ليجربت للمساعة ورمان تزوج اشتركوا في القناة